اشتركوا في القناة وايضا العوامل المؤثرة في مناخ الاردن ابرز الخصائص المناخية في الاردن وسوف نتناول هنا درجة الحرارة والضغط الجوي والرياح والامطار سنبدأ اولا بدرجة الحرارة في السري ترتفع الحرارة في الاردن نتيجة للاشعاع الشمسي القوي لكنها تتفاوت من مكان الى اخر وذلك بسبب الموقع الفلكي للمكان ثانيا مقدار تعرضه للمؤثرات الصحراوية والبحرية ثالثا ارتفاعه وانخفاضه عن سطح البحر اما بالنسبة لدرجات الحرارة يبلغ المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في الاردن 19 درجة مئوية اما اعلى متوسط في الاردن هو 23.5 درجة مئوية سجلة في وادي الاردن ثم 17.5 درجة مئوية في الاقليم الصحراوي و16 درجة مئوية في اقليم المرتفعات الجبلية تبدأ الحرارة بالانخفاض بداية تشرين الثاني وتكون ابرد ايام السنة في شهري كانون الثاني وشباط وترتفع بداية ايار حتى يصبح الطقس حار في شهري تموز وعب فالسري يتفاوت المدى الحراري اليومي طوال ايام السنة من اقليم الى اخر وذلك بحسب درجة البعد عن المؤثرات البحرية والصحراوية فمثلا المرتفعات الجبلية يتراوح المعدل من 10 الى درجة مئوية ووادي الاردن 15 درجة مئوية والجنوب والشرق يتجاوز 16 درجة مئوية والان سوف نتحدث عن الضغط الجوي والرياح في الاردن وضح الحالة المناخية للضغط الجوي في الاردن سنتحدث هنا في الصيف وفي الشتاء صيفا تحت تأثير الضغط الجوي المرتفع الممتد حتى البحر المتوسط ويصبح معرض لهبوب الرياح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة اما بالنسبة في الشتاء فان الضغط الجوية منخفضة تسود في منطقة البحر المتوسط حاملة معها الامطار اما بالنسبة للرياح وضح طبيعة اتجاه الرياح السائدة في الاردن وسرعتها سنتحدث اولا عن الرياح السائدة في الاردن تسود الرياح الغربية في الجبال والبادية الصحراوية اما الرياح الشمالية الغربية في الجزء الشمالي من وادي الاردن اما بالنسبة لسرعة الرياح في الاردن فإن سرعة الرياح بمعدل 2.4 عقدة لكل ساعة في منطقة وادي الريان و11.2 عقدة لكل ساعة في مطار العقبة والآن سوف نتحدث عن الأمطار أعددي مواسم الأمطار في الأردن أولاً مواسم الأمطار المبكرة الخريفية ثانياً مواسم الأمطار الرئيسة الشتوية ثالثاً مواسم الأمطار المتأخرة الربيعية فالسري هطول الأمطار في المواسم الثلاثة بكميات مناسبة يضمن نجاح الزراعة الشتوية إذ كانت الأمطار المبكرة قليلة أو محتبسة فإن البذور لن تتمكن من الإنبات وتعجز المحاصيل الشتوية عن النمو وأيضاً سؤال فالسري تناقص كمية الأمطار من الشمال إلى الجنوب في الأردن وذلك بسبب لأن الشمال أكثر تعرض لمرور المنخفضات الجوية والآن مع أسئلات فالسري تناقص كمية الأمطار من الغرب إلى الشرق في الأردن أولاً عامل القرب والبعد عن المؤثرات البحرية ثانياً عامل مواجهة الرياح المطيرة أو الوقوع في ظلها فالمنحدرات الغربية المواجهة للرياح المطيرة أكثر أمطار من المنحدرات الواقعة في ظل المطار سؤال فالسري الثاني معدل أمطار وادي السير أكثر من معدل أمطار عمان ومعدل أمطار عمان أكثر من الزرقاء والإجابة لأن المنحدرات الغربية المواجهة للرياح المطيرة أكثر أمطار من الشرقية الواقعة في ظل المطار وسؤال فسر الأخير معدل أمطار عجلون أعلى من معدل أمطار السلط وذلك لأن كمية الأمطار تقل من الشمال إلى الجنوب معلومات عن معدل أمطار الأردن ومواعيدها تتفاوت توزع الأمطار في الأردن فواد الأردن يبلغ معدل الأمطار 141 مليمتر أما بالنسبة للمرتفعات 422 مليمتر والمنطقة الصحراوية 60 مليمتر يبدأ هطول الأمطار في تشرين الأول ويصل الذروة في كانون الثاني وشباط ثم يتناقص حتى شهر آيار أذكري العوامل المؤثرة في مناخ الأردن أولا التضاريس تشكل المرتفعات الجبلية فاصل طبيعي بين وادي الأردن والصحراء الشرقية حيث تمتد بشكل طولي من الشمال إلى الجنوب وتنحدر بشدة نحو وادي الأردن غربا وتمتد هذه المرتفعات من هضبة متوسط ارتفاعها 1200 متر وسلاس الجبلية أعلى قمة فيها هي أم الدامي إذ يصل ارتفاعها إلى 1854 متر قرب العقبة بينما متوسط ارتفاعها 500 متر في جرش من العوامل المؤثرة في مناخ الأردن البعد عن المؤثرات البحرية بعد الأردن عن مؤثرات البحر المتوسط باين بين كميات الأمطار من الشمال والجنوب لقرب مناطق الشمال من البحر المتوسط لذلك كميات الأمطار تقل جنوبا ثالثا درجة العرض موقع الأردن بين دائرتين عرض 29 إلى 33 شمالا يتأثر بالمرتفع شبه المداري ويتصف بخصائصه صيفا أما شتاءا تتذبذب الأمطار من سنة لأخرى بسبب وقوعه جنوب المسارات الرئيسية للمنخفضات الجوية في العروض الوسطى أما بالنسبة للغطاء النباتي درجات الحرارة أكثر اقتدال في مناطق الغابات مثل غابات عجلون وغابات الشوبك وغابات البلقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر